صباح الخير جميعا اليوم الواحد من شهر 8 وحنقدم لكم اليوم الويبن المقدم من شركة وينزر بروكرز كالعادة بداية نطلع على جدوى البيانات الاقتصادية ونلاحظ انه مليء بالاخبار المهمة بدايتها طبعا في عنا اخبار على الاقتصاد البريطاني على الساعة 11.5 في عنا مؤشر مدري المشتريات التصنيعي القراءة السابقة والمتوقعة هي 48.6 ومن ثم اليوم في عنا اخبار اخرى على الاقتصاد الامريكي اهمها رح تبدأ على الساعة 3.5 بتوقيت قبرص يعني على الساعة 3.4 بتوقيت قبرص يعني على 12.4 بتوقيت جرينيتش القراءة السابقة كانت 176.000 ومتوقع 121.000 في الخراءة طبعا مؤشر ADP لتغير في التوظيف في القطاع غير الزراعي طبعا من الاخبار المهمة متوقع انخفاض ما يقارب 55.000 في حال انخفاض كان اكتر من 55.000 بالتأكيد رح يكون سيء على الدولار وفي حال كانت التغير اقل من 55.000 رح تكون جيدة للدولار على الساعة 5 بتوقيت قبرص يعني على الساعة 2 بتوقيت جرينيتش في عنا ايضا مؤشر مدري المشتريات لمعهد ISM القراءة السابقة 49.7 متوقعة 50.3 ايضا بدنا نراقب التوقعات عند نقطة الخمسين في حال كانت اعلى رح تكون جيدة للدولار وفي حال كانت اقل رح تكون سيئة للدولار على الساعة 5 ونصف عندنا مخزون النفط الامريكي والاسبوع الماضي كان مخزون النفط 2.7 مليون برميل ومتوقعة بالناقص تكون 1.5 مليون برميل فبالتالي في حال كانت قريبة من التوقعات او حتى اسوأ من التوقعات رح تكون سيئة للنفط وفي حال كانت بالزايد رح تكون جيدة وقد متوقع انخفاض بالنفط في حال كانت القراءة جيدة نهاية اليوم على الساعة التاسعة وربع بتوقيت قبرص في عنا اخبار اجتماع لفيدرال ريزيرف او للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في امريكا متوقع انه يبقوا اسعار الفائدة على ما هي عليه على ربع بالمية وايضا هناك القراءة لوضع الاقتصادي رح يتكلموا من المتوقع عن لماذا متوقع ولماذا خلوا اسعار الفائد العالمية عليه وعن وضع الاقتصاد الامريكي بالشكل العام وعلاقته بالمشكلة الاوروبية لاحظنا طبعا في اسواق اسيا تراجع بسيط للأسهم بالتأكيد كان السبب انه الامال بالنسبة للتحفيز الاقتصادي اللي تحدث عنه ماريو دراجي رئيس البنك المركز الاوروبي على ما يبدو ان الامال بلشت تتخف فكان هذا واحد من الاسباب لتراجع الاسواق بالشكل البسيط ولكن بشكل عام ما زالت على ما هي عليه يعني لم يكن هناك تغير كبير اذا نظرنا على التشارت من لاحظ طبعا اليورو بعد الانخفاض الذي حصل عند نقطة 122.45 قبل 3 ايام ابتدأ يتحرك بالشكل صعودي قليلا فقليلا حاليا سعر 123.27 وصل اعلى شيء اليوم الـ 123.36 وفي عنا نقطة بسيطة تقع عند 123.50 في حال اخترق هاي المنطقة من المتوقع صعوده اكتر الى مناطق الـ 124.10 او الـ 124.30 اللي هي مثل ما انتم شايفين على التشارت اليومي ادنى اسعار وصل اليها في تاريخ 28.6 وفي توريخ 8.6 وهي النقطة التي اخترقها في تاريخ 5.7 ونلاحظ طبعا حاليا اليوم عاود وصعد الى نفس النقطة طبعا المنطقة هي من اهم النقاط على المدى المتوسط في حال وصل اليها تكون فرص جيدة البيع مع اوامر ايقاف فوقها وبشكل عام مثل ما انتم شايفين السوق يتحرك بقناة سعودية بسيطة على تشارت الساعة منلاحظ ايضا انه التحرك يعمل ادنى اسعار اعلى من السابقة فبالتالي قليلا فقليلا يقوم بالصعود الى الاعلى من جهة اخرى من الاسفل في حال اخترق مناطق الـ 122.70 رح تفتح المجال لانخفاضات اكثر لمنطقة الـ 123 او 122.25 اللي هي ادنى سعر وصل اليه في 37 المنطقة هاي واختراقه ايضا من الى هاي المناطق رح يعطينا مؤشرات لانخفاض الى مناطق الـ 21.70 اللي هي النقطة التي ارتفع اليها في تاريخ 25.7 واختراقها ثاني يوم في تاريخ 26.7 انخفاضه تحت نقطة الـ 21.70 رح يعطينا مؤشر سلبي بشكل عام بالنسبة للأسواق والاتجاه النزولي بهذا الشكل متوقع انه يكتمل وينخفض الى الاسفل ولكن بشكل عام هناك احتمالية للصعود الى الاعلى بعد اختراق مناطق الـ 23.50 واحتمالية صعود الى مناطق الـ 24.10 بالنسبة للستليني مقابل الدولار منلاحظ ايضا انه ليس تقريبا من يشابه حركة اليورو انما لم يكن هناك حركة تصاحية كبيرة الحركة التي لاحظناها البارح اللي هي بعد انخفاضه تحت نقطة الـ 56.70 او الـ 56.65 لاحظنا انه انخفض الى مناطق الـ 56.25 او الـ 24 اللي هي بقليل كانت تسبق مناطق الـ 55.90 نقطة الدعم الاولى ولاحظنا ارتفاعه ايضا الى الاعلى واغلاق الشمعة على نفس السعر اذا اقتربنا على الشمعة ونظرنا عليها منلاحظ انها تسمى بالدوجي او شوتينج ستار وهذه الشمعة بتعطينا مؤشرات لتغير كبير في اتجاه الاسواق ولكن حتى الان ما زال يتحرك في نفس النمط في عنا اذا لاحظنا على التشارت عنا نمط الرأس والاكتاف واضح على التشارت الـ 4 ساعات منلاحظ الكتف الايسر ومنلاحظ الرأس ومنلاحظ ايضا الكتف الايمن بهذا الشكل وطبعا كنا نتكلم بعد اختراقه لمنطقة الـ 56 65 رح يعطينا مؤشرات للانخفاض ولكن اخترقها بشكل سريع وصعد فبالتالي اوامر الايقاف يفضل انها تكون فوق مناطق اللي تخترق منها في البارحة صباحا اللي هي منطقة الـ 57 فاي ارتفاع يفترض انه يصل الى منطقة الـ 57 كحد اعلى وفي حال اخترق هاي المناطق رح نلغي نمط الرأس والاكتاف ورح نتجه بشكل سعودي بالنسبة للسترليني طبعا بعد نقطة الـ 157 فعنا نقطة بسيطة عند الـ 157 وربع اللي هي اعلى سعر وصل اليها البارحة وكان تقريبا اعلى سعر لقبل البارحة وبالتالي اختراقه لهذه المنطقة رح يعطينا فرصة لمحاولة مرة اخرى لتجربة اختراق النقطة المهمة على المدى المتوسط اللي هي منطقة الـ 157-70 من ناحية اخرى في حال فشل بالصعود فوق الـ 57 تكون فرصة جيدة للبيع مع اهداف تصل الى مناطق الـ 55-90 ومناطق الـ 55-50 او حتى انخفاضه الى المناطق الدنيا لمنطقة القناة الجانبية اللي هي مناطق الـ 54-54 بالنسبة للدولار او للسويسري خلونا نبدأ بالسويسري حاليا بعد الانخفاض الذي حصل لاحظنا حركة تصحية وصلت الى منطقة الـ 98-22 ومن ثم عاود الانخفاض الى الاكتر اليوم صباحا كنا نحاول انه نراقب ادنى سعر وصل اليه البارحة منطقة الـ 97-40 لاحظنا اخترقها بـ 4 نقاط او 3 نقاط قريب تقريبا وما زال يتراوح فوقها فبالتالي بدنا ننتظر انه يعمل اختراق حقيقي لهذه المنطقة حتى يكمل انخفاضه الى مناطق الـ 96-95 من الاسفل اللي هي ادنى اسعار وصل اليها في 27-7 ونهاية اختراقه لهذه النقاط راح تفتح المجال الى نقطة مهمة جدا وهي اعلى سعر لتاريخ 28-6 والتي اخترقها بـ 5-7 واللي هي نعتبر انها تكون نقطة مقاومة التي اخترقت ورح تصبح نقطة دعم فبالتالي المنطقة هاي مثل منتوا شايفين منطقة جيدة للشراء مع اوامر ايقاف تحتها وطبعا تقريبا وصل اليها الزوج في 27 الشهر ولكن لم يصلها فهناك احتمالية للمحاولة عليها مرة اخرى السبب انه على تشارت الساعة مثل ما تروه هناك مثل نمط نزولي بشكل عام اسعار عليا ادنى من الاسعار السابقة ونهاية اليوم كان السعود يصل الى مناطق 97-80 تقريبا ومن ثم يحاول اختراف مناطق 97-40 من ناحية اخرى من الاعلى في حال عاوض السعود فوق اخر نقطة اخترقها عند النزول اللي هي 97-66 في حال عاوض السعود فوق هاي النقطة رح تكون حركة ايجابية بالنسبة للدولار مقابل السويسي من المتوقع ارتفاعه مرة اخرى قد يصل الى 97-90 والـ 98-5 المنطقة هاي ومن ثم الى اعلى سعر لتاريخ 30-7 اللي هي منطقة 98-22 طبعا في حال اخترق اعلى سعر وصل اليه خلال الايام الماضية رح تعطينا فرصة لارتفاع بشكل اكبر ثاني هدف رح يكون منطقة 98-65 ومن ثم 97-70 اعلى اسعار وصل اليها في تقريبا نهاية شهر سبعة بالنسبة للدولار مقابل ين ما زال يتحرك بشكل جانبي تقريبا اليوم صباحا وصل الى نقطة 77-90 اخترقها بثلاث مقاط ايضا تقريبا وعاود السعود فوقها لحظنا حركة قوية الى الاعلى الحركة السعودية حصلت خلال بضع ساعات وكانت ما تقارب الـ 30 نقطة وحاليا يتراوح حاليا عند مناطق الـ 78-16 واحتمالية سعوده لمحاولة اختراق مناطق الـ 78-30 احتمالية لبأس بها وفي حال استطاع اختراق المنطقة هاي منطقة الـ 30 ومنطقة الـ 34 من المتوقع فتح المجال للسعود مرة اخرى الى اعلى سعر وصل اليه في 27-7 اللي هي منطقة الـ 78-68 تقريبا واختراقه لهاي المنطقة رح تفتح المجال لنقطة الـ 79-15 لمحاولة عكس اتجاه الـ ين النزولي بهذا الشكل فرح تعتبر هاي النقاط اهم من مناطق لعكس الاتجاه بشكل عام انخفاضه تحت نقطة الـ 77-90-95 رح تفتح المجال الى مناطق الـ 77-65 اللي هي ادنى سعر وصل اليها في شهر 6 ومن ثم منتوقع انخفاضه اكتر الى مناطق الـ 75-60 على المدى المتوسط والطويل اللي هي ادنى اسعار وصل اليها في السابق بالنسبة للذهب اذا نظرنا عد شارت الذهب منلاحظ حاليا يتراوح بين اول نقاط دعمه مقاومة التي تقع عند الـ 1610 من الاسفل و 1620 من الاعلى فبالتالي عنده مجال ما يقارب 10 دولارات للتحرك في حال اخترخ من اي هاي النقاط وبالتأكيد رح يعطينا فرصة لمعرفة اتجاه الذهب من ناحية اخرى في حال كان الاتجاه نزولي اختراقه للـ 610 رح يعطينا فرصة الانخفاض الى منطقة الـ 1600 ومن ثم الى نقطة الـ 1582 كهدف ومن جهة اخر ارتفاعه فوق العشرين رح تعطينا مؤشر للارتفاع الى منطقة اعلى اسعار وصل اليها خلال يومين الماضيين الـ 1629 والـ 1627 وبالتالي اكمال صعوده الى اهم منطقة المدى المتوسط اللي هي منطقة الـ 1635 الى الـ 1640 على تشارت اليومي مثل ما انتم شايفين ما زال يتراوح بشكل جانبي على المدى الطويل والمتوسط قريب من المناطق العليا فبالتالي ارتفاع فوق العشرين رح يعطينا مؤشر لارتفاع متزايد لمحاولة اختراق اعلى اسعار وصل اليها بالصابة في منطقة الـ 1640 وطبعا كان هذا اعلى سعر في تاريخ 6-6 من سنة 2012 طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئاسية وللذهب اليوم نتمنى للجميع تجارة موفقة وشكرا للمتابعة